الحقيقة هذا المقطع هو تتم للمقطع السابق نحن بالجزء الثالث من السلسلة اللي سألنا فيها انه بالمقطع السابق كيف منحصل على الدراسات الهامة كيف منعرف شو هي الدراسات المهمة اللي لازم نطلع عليها او لازم نعرفها فذكرت عدة طرق حضيف عليها طريقة هامة جدا حبيت افردها بفيديو لحالة هي قراءة القايدلين قراءة التوصيات اللي بتصدر كل فترة بمجال معين مثلا ارتفاع الضغط من فترة سنتين تلاتي صدر التوصيات عن امريكان هارد اسوسيياشن بتقارب موضوع ارتفاع الضغط وبتعطي توصيات محددة بالارقام وبالادوية المستخدمة لما بتقرأ القايدلين هيعطيك الملخص عن كل توصية ويعطيك ملخص لالها ويعطيك دراسات اللي خلته يوصل لهذه التوصية ويعطيه للدراسات احيانا بيعطيها تقييم احيانا تقييمه عادة بيكون سريع مقارنة بالمحاضرات النظرية اللي حكينا عنها الفيديوهات بس القايدلين عموما بيعطيك اهم الدراسات يعني لما بيكون قايدلين احترافي وعالمي مثلا على مستوى اوروبا على مستوى امريكا على مستوى العالم كله احيانا بيشتركوا الخبراء فيه من كل الدول فصعب انه يروح منهم دراسة كبيرة فالدراسات الكبيرة هي اصلا اللي بتعمل القايدلين فلما بتلاقي دراسة كبيرة وعم يبنوا عليها القايدلين بتروح للرفرنس تبعها للرقم الدراسة وهي الدراسة بتحطها على جوجل او على جوجل سكولر وبتحملها وبتقرأها وبتشوف انه فعلا الكلام اللي عم يحكوه او ليستنتجوا بالقايدلين متفق مع الموجود بالدراسة طبعا اكيد حيكون متفق بسوى الموضوع تدريب لواحد يعرف كيف عم يصير الامور مثلا سيرفايبينج سيبسس كامبين هي عبارة عن هي حملة لعلاج السيبسس حملة عالمية فيها ممثلين حوالي من خمسين دولة تقريبا خمسين منظمة تقريبا او خمسين منظمة مش خمسين دولة دول العالم كلها مشاركة فيها ففيها عدد كبير من الباحثين بيجتمعوا كل اربع سنوات اخر مرة اجتمعوا الالفين وستعاش واصدروا القايدلين طبعا موجودة على الانترنت فين كون تحملوها مجانا بالمناسبة اكتب سيرفايبينج سيبسس كامبينج 2016 حتطلع معاك يفترض هلا بالالفين وعشرين يجتمعوا من جديد او هن مجتمعين اصلا ويصدروا القايدلين جديدة اذا ما بينهاية هذه السنة ربما بداية الالفين وعشرين متل ما عملوا المرة الماضية هتلاقي كل موضوع من الموضوعات بيعطوك الابتو ديت تبع بيعطوك التوصية النهائية وعلى اساس شو عملوا التوصية بالالفين وستعاش كل شي دراسات صدرت للالفين وستعاش كانت مشمولة بهاي القايدلين فلو بحث مثلا بموضوع الالبومين بعلاج الصدمة حيقولك ان الالبومين مثلا ما هو منصوح فيه انه هو نص نص يعني ما هو مهن ضده بس هو ما هو ما في داعي لانك تعطيل انه ما في تفوق على السالين فبيذكر لك اياها بالتفصيل بيعطيك شو الدراسة اللي صدرت وعام كذا وبيعطيك الدراسات الادينة بيلخص لك كل شي في دراسات صارت بالمجال مثلا موضوع التوصية بعدم استخدام الفولفين اللي هو السارش بيعطيك الدراسات اللي اللي اثبتت ضرره او عدم فائدته فهذا الشي موجود بالمناقشة الريكمنديشن كل الريكمنديشن بيحطوها بيحطوها تحت نص حوالي نص صفحة تقريبا او ربع صفحة بيلخصو لك في الابدنس بيلخصو تلخيص ما بيناقشو كتير بس بيلخصوه بس على الاقل بيعطوك شو هي الدراسات والميتا اناليسس اللي اعتمدوا عليها انت بتروح على الريفرنس بتاخد هذه الدراسة والميتا اناليسس وبتنزلها وبتقرأها وبتتفق وبتشوف شو مكتوب فيها مصدر اخير ممكن كمان حكيته لما قلت بتابعك الفيديوهات هلا في نوع معين من المحاضرات او الفيديوهات هو محاضرات الديبيت اللي هي النقاشات او هي غاية تعليمية حقيقة المواضيع الخلافية بهذه المؤتمرات المحترمة بيجيبو شخصين كل شخص بيكلفوه انه يحكي مع الفكرة او ضد الفكرة يعني مثلا هل نحنا لازم نعطي استيرويدات بالصدمة او ما لازم نعطي هل هي مفيدة او غير مفيدة فبيكلفو الفلان انه يجيب المحاضر يحكي ربع ساعة وعشر دقايق الشي اللي بيأيد او بيدعم هذه الفكرة وبيكلفو الخصم انه يحكي الفكرة لمعاكسة انه لا ما بيفيد هلا للمفارقة او الشي المضحك انه عادة هذول الخصمين بيلجأوا لنفس الدراسات نفس الدراسة بتنذكر مع ونفس الدراسة بتنذكر ضد بس كلمين بيقرأ الدراسة من وجهة نظر مختلفة بحاول يبين شوية نقاط ضعفة ونقاط قوتها هذه المحاضرات مهمة جدا جدا وحادة مفيدة كتير صراحة بتخليك تنظر للموضوع من وجهات نظر مختلفة وتعرف وين الحقيقة عادة الحق بيكون بالنصف بين هذا وبين هذا تعرفوا الضبط ايمتها تقدر تطبق هذا الدواء و ايمتها تتجنبه لانه الافيدنس ما هو واضح جدا فيه فهذه المصدر الاخير واضن انه ان شاء الله بيكون لازم ننتقل للفكرة البعدة انه بعد ما وصلنا للمصادر كيف بدنا نتعامل معها كيف بدنا نقدر نقيمها فيه ابلح احكي فكرة بالفيديوهات القادمة انه شو هي المجلات اللي لازم انا افتحها وابحث فيها هي مهمة جدا جدا السلام عليكم